ما هو سبب إقصاء المنتخب المغربي من كأس إفريقيا للأمم؟ ومن هو المسلم؟ أعزائي مساء الخير كما كتعرفوا انهزم المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب الإفريقي بهدفين لسفر برسم دوري الستة عشر في كأس إفريقيا للأمم الفين وثلاثة وعشرين التي تدور أطوارها في كوديفواخ شنو هي الأسباب؟ قصنا نعرفوه علاش تم إقصاء المنتخب المغربي أولا غابة النية لكن النية اللي كنا نشوفها يعني في قطر الوالدين في المدرجات البهجة والصرور وذلك الجو الأسري اللي كان عايش فيه المنتخب المغربي غاب في هذا كأس إفريقيا وفي نهاية المطاف الكورة دربت في البوتو وهذه المرة خرجت والد الرقراغي يتحمل المسؤولية كاملة لأنه في نهاية المطاف هو المسؤول الأول والأخير على كل القرارات التي يتم اتخاذها في مستودع الملابس وفي دكة الاحتياط ويعني في كل خبايا المنتخب الوطني هو اللي كيحدد شكل لعب اللي غادي لعب شكل ما غاديش يلعب بأي طريقة غادي غادي كون لعب واش غادي لعب بالبلوكبا واش غادي لعب بالمنظومة هجومية واش غادي لعب بدفاع يعني مترس في الوراء إلى آخره كان هناك مجموعة من الإصابات أصيب زياش أصيب بوفال سيس كذلك يعني ما كانش في أتم الاستعداد مزراوي كذلك ما لعب حتى شي مباراة واليوم تم إدخاله فيعني شنو هي القرارات اللي اتخذوا لدرقراغي اللي كانت في اعتقاد المتواضع خاطئة أولا إقحام مزراوي كان خطأا لأنه بالرغم أنه لاعب كبير وعنده يعني قدرات تقنية وبدنية ويعني وتكتيكية كبيرة جدا هذا شي هذا ما كيقدر يتناقش فيه حتى شي واحد إلا أنه ما كانش على أتم الاستعداد لخوض غمار المباراة من هذا المستوى هذا وكان من الأرجح ومن الأفضل أنه يعتمد على عطية الله مثلا لأبل البلاء الحسن في المباراة السابقة كذلك أملح لأدى مباراة كاريتية في دور المجموعة واليوم تم إقحامه كذلك بينما خلف ذكة الاحتياط الصيباري اللي أدى مباراة جميلة جدا يعني في دور المجموعة كذلك المباراة الأخيرة وكان بالأحرى أنه يبدأ بالصيباري لأنه يعطي واحد توازن في وسط الميدان خصوصا يعني كيسمح أنه يلعب بأكتر أرياحية يعني هو كيرجع الوراء وكيساند أمرابط في العمليات الدفاعية وبحل يخط يعني كيعطي واحد توازن للمنتخل من ناحية ديال الأجنحة كانت مسألة الإصابات زياش بوفال يعني بجوجهم تضربوا في نفس الوقت فكان من الصعب جدا تعويدهم لأن دوك اللاعبين ما يمكن لكش تعويدهم بسهولة تضح أن الزلزولي وأنه عدلي يعني المستوى ديالهم باقي ما شديك المستوى ديال لاعبين اللي تقدر تعول عليهم في المباريات الكبرى يعني الزلزولي داس مر في المباراة دون شيء يذكر عدلي كذلك جاوه بعض الفرص في بداية المباراة يعني ومستغلهاش بطريقة دكية ولكن الأكثر غرابة أو الأكثر خطورة هو يوسف النصيري يوسف النصيري اللي مر مر مرور الكرام في هذا كأس أفريقيا يعني إلا حاولنا أننا نرجع الوراء وأننا نتذكر يوسف النصيري شو نعمل في هذا كأس أفريقيا فنقدر نقوله أنه كان بمثابة الحاضر الغائب في هذه المباراة هذه وفي كأس أفريقيا بصفة عامة لم يعني لم يترك بصمة تذكر في هذا كأس أفريقيا أما رابط فهذا المباراة هذه كذلك كان باين عليه العياء كثيرا وبالرغم من ذلك فيعني كان يقاوم وكان يحاول على أنه يعني يحافظ على ذك النصق وذك التوازن ما بين الدفاع وما بين الهجوم ديال المنتخب المغريبي الهدف الأول جاء من خطأ ديال غانم سيس خطأ لغانم سيس ما متعودش أنه يعمله لا يمكن أنك أنت كعميد الفارق وكزعيم ديال خط الدفاع تخلي لاعب ديال جنوب أفريقيا في الظهر ديالك خطأ فادح ما يمكنش أن لاعب حل غانم سيس أنه يرتكب وهذا كبير على أنه لم يكن أتم الاستعداد كان بالأحرى ربما الاستعانة بشادي رياض لاعب شاب ولكن يبلي البلاء الحسن مع بيتيس وهو يعني قلب دفاع رسمي مع فارق بيتيس وعندما نتحدث على فارق بيتيس في البطولة الإسبانية فحنا ما كنتحدثش على أحد الفارق اللي هو يعني صغير فعباش المدرب ديال بيتيس يعتمد على شاب بحال شادي رياض كأساسي تقريبا في جل المباريات مع بيتيس فربما هذا كيخول الوالد الرقرقي أنه كان يقدر يتأخذ هذا القرار هذا كل هذه المسائل هذه جعلت من أن هذه المباراة كانت غير عادية حتى البداية ديالها المنتخب المغربي ما كانش كيحاول أنه يفرض شخصية دياله بل بالعكس حاول على أنه يكون تومبوغيزي على أنه يبقى في الوراء على أنه يراقب وفي نهاية المطاف المنتخب الجنوب الأفريقي هو اللي يفرض الإيقاع دياله وفاز بهذه المباراة عن جدارة والسحقق لأنهم لعبوا مباراة كبيرة ويسهلوا أنهم يمروا للدور القادم الآن شنخص يوقع؟ احتحاجوا أن ما وقع في جنوب إفريقيا ما هو إلا تحصل حاصل واستمرارية في الإخفاقات على المستوى الإفريقي المنتخب المغربي تاريخيا يمكننا أن نقول أن كأس إفريقيا ليس هي المنافسة المفضلة عنده لماذا؟ نظرا للأجواء، نظرا للطقس، نظرا للمناخ العام لكي دوروا فيه كأس إفريقيا فالمنتخب المغربي، خير دليل على ذلك هو البالماريس يعني شحال دي الكؤوس دي الإفريقي عند المنتخب المغربي وحدة وهذه تقريباً 40 عام فكأس إفريقيا ما هي هي المنافسة المفضلة عند المنتخب المغربي واللي كعرف يلعبها دائماً بل بالعكس هي منافسة تستعصي كثيراً على المنتخب المغربي خصوصاً وأنه يعني كيعتمد على لاعبين لينشؤوا وترعرعوا وتربوا وكيلعبوا لحد الآن في أوروبا فالطقس دي الأدغال الإفريقية دائماً ما يكون قاسياً عليهم يعني بشكل كبير الجامعة شنو ستعمل الآن كذلك لا شيء الاستمرارية ما يمكنش أننا نحسم المسيرة أو المستقبل ديال هذا المنتخب هذا وديال الناخب الوطني وأننا يعني نربطوهم بهذا الإخفق هذا في هذا كأس إفريقيا أمام المنتخب المغربي كأس إفريقيا 2025 اللي ستدور أطوارها في المملكة المغربية في أجواء مناسبة وهذا كأس إفريقيا يجب التحذير لها من الآن والد الرقراغي أبان على علوي كعبه أبان على أنه قادر على أنه يجيب الأفراح للمنتخب المغربي فلا يمكننا أننا نحكم عليه انطلاقاً على أخطأ ارتكبها في مباراة واحدة مجموعة من القرارات اللي كانت جد صائبة في مجموعة من المباريات منذ توليه كرسي تدريب المنتخب الوطني فلا يمكننا الآن أننا يعني نعلقوا يعني هذا الإخفق هذا فقط على وليد الرقراغي لأنه فعلاً أخطأ في هذه المباراة هذه ولكن مشي نهاية العالم بالنسبة لأشرف حكيمي كذلك ومثال أفضل لاعب عند المنتخب المغربي الآن ولا يمكننا أننا نحكم عليه انطلاقاً من ضربة جزاء ضيعها في واحد المباراة أكبر لاعبين كضيعوا ضربة الجزاء أكبر لاعبين ضيعوا ضربة جزاء حاسمة أتحدث عن ميسي عن مارادونا عن كريف عن بلاتيني عن باجيو واللائحة طويلة جداً حكيمي كيبقى واحد من أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد فيجب دعمه يجب أننا ما ننساوش كيف نقام بهذه اللاعبين هذه قبل شهور قليلة في قطر وأن هذا المنتخب هذا هو رابع العالم إذن نتمنى أن نحط صعيد المنتخبات اللي بقي في هذه المنافسة هذه ونقدر نقول أن هذا الإخفاق هذا اللي هو إخفاق ليسا نهاية العالم وأنه ابتداء من الآن يجب التعلم من الدروس وتحضير منتخب يمكنه أن ينافس ولماذا لا أن يحصل على كأس أفريقيا في المغرب سنة 2025 كامسا رسليم